تنفيذا لتوجهة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بإجلاء طلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى دول الأوروبية المجاورة أقلعت طائرة شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني وعلى متنها 181 راكب و175 من الطلاب والمصريين وستة من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية حيث من المقرر أن تصل الرحلة في العشرة والنصف مساء اليوم إلى مبنى ركاب رقم واحد بمطار القاهرة الدولي يا سلام نحب أن أشكر كل الناس الذين ساعدت واسермة في اننا نوصل هنا نحب أن أشكر السفر المصرية سادة الرئيس كل الناس الجميع ليساعدتنا الحمدل consideringنا خير السفر المصرية سادة الكنسل الناس كلها اللي ساعدتنا اللي جابونا الطيارة الرئيس عفدتاه السيسي نحب أن أشكر كل الناس اللي وتوصلنا هنا بإذن الله نوصل المصرى عثير شكرا